في مواقف وأحداث الشفاءات التي أجراها يسوع المسيح في حياته قد ظهر فيها حنان قلبه وحنان يسوع المسيح ينشأ بدافع المحبة والمحبة تعزز الشفاء لأن روح المحبة يحيي الإنسان ومحبة الله الكاملة دائما مستيقظة كي تمنح الشفاء الجسدي والروحي للإنسان وهذا ما قد ظهر في حياة يسوع المسيح فالعمي يبصرون والعرج يمشون والموتى يقومون والخطأ يتوبون فمن يسمح لقلبه بأن يحب سيختبر كم أن المحبة حررته من أفكار ومشاعر هو في غناء عنها ومن يسمح للمحبة بأن تحرك حنانه سيكتشف الكثير من القيم التي ستظهر في تعامله مع الآخر بدافع هذا الحنان وسيطلب من الله أن يفيد المزيد والمزيد من الحنان في قلبه لأن الحنان هو هدية شفاء ثمينة يمنح الله للإنسان كي يبادلها مع أخيه الإنسان في أول كومنت ستجد مجموعة من القيم وضعتها لك ورسالتي إنك تسأل نفسك ما الذي يغذي القيم التي أتعامل بها مع الآخرين هل هو الحنان الذي ينشأ بدافع المحبة؟ آمين